بسم الله الرحمن الرحيم ضمن سلسلة دروس تعليم البروتو تايبينج في الادوبي اكس دي هنكمل اليوم ونشتغل صفحة الانفورميشن هذه الصفحة بده يكون فيها رسومات جمالية بحيث انه تكون بسيطة وسمبل وقابلة للقراءة لانه كل اللي حيكون فيها عبارة عن نص اولا تعالوا نعمل ارت بورد جديدة بنفعل ارت بورد ونحطها هنا بحيث يكون في عندي مصرح حمل تعالوا نشوف اول شي بدي اعمل رسم حر بحيث انه يكون في عندي شي جمالي في هذه النافذة ايش رسم الحر اقرب شي ممكن انا ارسمه موضوع ورقة الشجر طيب ورقة الشجر انا كيف ارسمه هل انا متخيله لو متخيله بارسم مش متخيله ممكن انا بروح باجيبه من جوجل او من اي مكان وبحط الصورة هنا حتى ان انا استخدمها في موضوع الرسم الحر لحظه انا في عندي هنا شيء من الزوايا شيء من الزوايا موجود بالحواف بنجيب البنتول وبنرسم من هنا وهي ناخدها واحدة واحدة وهي في زاوية لحظه وهي هنا وبعمل زاوية وهي هنا ايضا وبرجحها زاوية بنحاول نعمل زي شيء من التشجير او شيء من الزوايا اللي احنا هنشوفها الان في تصميمنا في نهايته هاي نصر في عندي رسمه بنسحب الرسمه الان وبنشوف كيف ممكن صارت نحظه قريبة من مين من الورقة ولكن بدي اعملها شيء من السموث بدي اضغط ضغطتين عن كل زاوية نبدأ من الزوايا من هنا هاي ضغطتين وهي ضغطتين بحيث ان اشيل الحدية بضغط ضغطتين نعمل اسكيف صارت قريبة من هذه الورقة بغض النظر هذا رسم حور موجود تعال نجي ننون هذه الورقة بنعمل فلا بنجي نحاول نعمل تكوير لهذه الورقة ونحطها في الزوايا المختلفة شوف ايش صار صار فيها نوع من الجمال لو بدنا نكبرها بنضغط شفت وبنكبر لو بدنا نصغرها بنصغرها ولكن هاي منيحة موجودة في الزاوية بد اجيبها حد الان هاي بدي احذفها بضغط alt بحيث احفظ على النسخة لفوق وباجي بعمل rotation نعلمها وباجيبها على الزاوية الاخرى الان بدي اجيب هنا شعار الانفو هاي من هنا شعار الانفو بضغط زر الالت بحيث احفظ على النسخة لفوق وباجي ب وبسحبها بحطها في المكان هذا وباجيب shift وبكبر حسب المكان البيديان بدأ ضيف في الكمبوننت بضغط بالزر اليمين وبقوله make component لحظة صارت صارت موجودة عندي في موضوع الكمبوننت هي مضافة بأحذفها من هنا بضغط بالزر الايمن وبقوله delete لانه هي مضافة طيب نرجع الآن تاني هاي control minus حيث اصغر نافذة العمل بدأ احط نص هنا ولكن ممكن نحط خلفية لونية نيجيب نعلم الكلام هذا وبنقول في الفلة هذه الخلفية بنا نعمله خلفية ممكن يكون page حتى يكون عندي نوع من انواع التناسق اللوني الآن تعالي نحط الخطوط والنصوص الموجودة في هذه النافذة بنجعل الخط هنا بنكتب nature app لاحظوا الخط مش هو الخط اللي فيه header انا استخدامت قبل هيك في header في هذا الخط طيب كيف انا بدي اخدام نفس ال type بروح على library وبقاجي بعلم هذا الخط وبقول له هاي الخط اللي اعتمدته قبل هيك وبقى وسط الخط بالطريقة اللي موجودة امامنا طيب بعد هيك باجي بقى حط النص الخاص بالمحتوى بالمضمون هاي بحط النص انا ناسك النص وبحطه copy paste طيب باجي الان بعمل من خصائص النص بعمل fixed size بصغر النص بحيث يكون مضمن داخل النافذة وحسب الحدود اللي انا بدي احطها في النافذة لاحظوا معايا التباعد 66 بقى صغر التباعد بحيث ان تكون فيها نوع من التضمين في داخل هذه النافذة باعتقد انه احنا وصلنا لنهاية هذا الدرس استخدمنا في الرسم الحر استخدمنا في التلوين استخدمنا فيه ايضا وضعنا الايكونز وضعنا النصوص واستخدمنا فيه المكتبات بحيث انه نستقي منها التنسيقات الخاصة بالخطوط وما الى ذلك انتظرونا في الدرس القادم حنتكلم في موضوع السيرش انجين خاص بهذا التطبيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته